بقنا فترة لو حضراتكم بمخديم بالكم يعني فضلنا شوائع مجايبين دفتر ونقيد أسماء كل لعب ولعابة مصريين بيتم تأهلهم للمشاركة في أولمبيات باريس 20-24 ده أمر رائع طبعا يعني طبعا والأروع كمان أن الأسماء عمالت زيد والأعداد عمالت زيد يعني برضو من ضمن الأخبار الحلوة اللي عايزين نعرفها لحضراتكم تأهل لعابة منتخب مصري في الكانوي والكاياك سما فاروق إلى أولمبيات باريس 20-24 بعد محققت الميدالية الفضية في منافسات سباق 500 متر فردي كاياك سيدات ده كان طبعا ضمن بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبيات وطبعا مخيمة مؤخرا في العاصمة النيجيرية احنا كده تقريبا وصلنا لعدد يعني نقدر نقول أكتر من 70 لعب ولعبة في مختلف الرياضات لغاية هذه اللحظة سواء كترياضات جماعية أو فردية كلهم تأهلوا للدورة الأولمبيا القادمة باريس 20-24 وأعتقد أننا لسه إن شاء الله هننتظر كمان المزيد من المؤهلين والمؤهلات وهتبقى أكبر باعتها مصرية بإذن الرحمن ويارب كمان يعني يكون أكبر عدد من الميداليات نحصدها ونحصر عليها في الدورة الأولمبيا القادمة مش مجرد مشاركة والسلام أتمنى الله يا كريم بص نحن نقيس التطور اللي احنا فيه بمقدر العدد بتاع الميداليات أولمبيات عن أولمبيات ده اللي حيبان بقى لما تيجي تقارن بعد كده توكيو بباريس هتقدر تعرف أنت ماشي بخطوات سليمة عشان بعد كده لوس أنجلس إن شاء الله 20-28 فنقدر نعرف إحنا ماشيين تماما ولا إحنا محتاجين وقفة علشان يبقى فيه تعديلات واستحداثات مختلفة في الإدارة في الاتحادات المختلفة اللي هي مسؤولة عن أصلا الأبطال الأولمبيين دول فحيبان طبعا الفترة اللي جاية لكن نتمنى كل التوفيق وملف الأولمبيات ده أصلا هنتكلم فيه معنا فقرة برضو النهاردة عن الألعاب الأخرى أكيد هنتترك لكل هذه الأمور